تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وزير شؤون الدوان الملكي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإقرار بيثاق العمل الوطني رفع فيها إلى سموه أسمايات التهن والتبركات بهذه المناسبة الوطنية وأعرب سمو وزير شؤون الدوان الملكي بهذه المناسبة عن عميق الفخر والاعتزاز بما تحقق لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رعاه الله ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ظل ما أسس له ميثاق العمل الوطني من أفق لترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون داعيا الله أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والسعادة لمواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله